اشتركوا في القناة على ان لا انتهج هذا المسار وتعاهد امامكم امام الله بنظافة اليد وان اتحمل كافة مشاغلكم بالتواجر على عين المكان في كل المحطات والميدين وساكون بعون الله تعالى صوت كل واحد فيكم للضغط على اصحاب القرار وايجاد الحلول لكل المشاكل الحارقة المؤسسات الصحية بالمهدية اقل ما يقال عنها انها في وضعية كارثية هل يعقل غلط جزئي لخمس اقسام بالمستشفى الجامعي طهر صفر فعوضا عن انشاء مستشفى جامعي ثاني تشهد هذه المؤسسة الصحية شلال تام لذلك لابد للدولة ان تتحمل مسؤولاتها وتضع خطة انقاد عاية لهذا الصرح الصحي حتى يسترجع بريقة واشعاع القطاع الفلاحي بمعتمدية المهدية يعيش بدوره صعوبات خانقة حيط فرط اغلب الفلاحين في ماشيتهم وابقارهم بسبب غلاء العلاف كذلك تراجع مردودية الاراضي السقوية نتيجة تملح المائدة المائية وغلاء الادوية والاسمدة وهنا من الضروري تدخل دولة لحفاظ على هذا القطاع الاستراتيجي وخلق خط تمويل صغار الفلاحين مع تمكين المرأة الريفية من حققة في العلاج المجاني والتغطياء الاجتماعية الحال ذات بالنسبة لميناء الصيد البحري بالمهدية الذي اهترأت اغلب تجهيزات ومشروع توسئة وعادة تايئة لم يرى النور الى اليوم علمنوا ان المهدية في الباند القريب كانت الاولى وطنية في صيد السمك الأزرق من المفروض ان معتمديت المادية بشواطئها الساحرة ومخزونها التراثي الفريد من نوع وجه سياحية بامتياز وعوضا عن ان ننشئ بها مرفع للسفن الساحية الضخمة لتنوي على المنتوج السياحي تحولت وللأسف الشديد خلال السنوات الاخيرة الى نقطة عبور لقوارب الموت وهنا لابد من خطة وطنية لايقاف معلج ظاهرة الحرقة التي تستنزي شبابنا البنية التحتية بدورها تقادمت واهترأت لابد من إصلاحها ويعادت تهيئة في انتظار ربط المهدية بالطريق السيارة على غرار المدن الأخرى كما تشهد معتمدية المهدية تصحرا في البنية التحتية الثقافية بغياب مسرح لاوات طلق ومركب ثقافي كذلك المقدور الشرعية للمواطن تزايدت حيث أن نسبة الفقر جعلت لألف وثلاثين بطاقة علاج مجاني لا تفي بالغرض في ختام كلمتي لا يفوت أن أؤكد المتساكني معتمدية المهدية ولكل أطياف الشعب التونسي على اختلاف فئاتهم بأنني بقدر ما سأسعى للعمل على المساهمة في تنمية معتمديتي وجهتي بقدر ما سأكون حريصا إن منحتموني الثيقة بأن أكون نائبا عن الدفاع عن سيادة هذا الوطن العزيز تونس والمساهمة في التأسيس لحياة كريمة لهذا الشعب العظيم من عاصمة الفاطمين يتقدم لكم أحمد بن محمد بنور كمترشح مستقلي وظيفة تشريعية تحت رقم 3 ببرنامج انتخابي منبثق منكم وراجع إليكم ورجال موجودة لتنفيذه ثلاثة دقائق منيش بش ننجم نجيب على البرنامج كل أما بش اللخص بش نتوجه لأهلينا بمنطقة الزغانة لا سبيل إليه لبقاء محطة التطهير بمنطقة الزغانة وهذا عاهد مني بحول الله في موفة أشهر قليلة ستتم نقلها إلى محطة الجديدة بطريق بومردس كذلك سأسعى إلى استصلاح المقاطع المهجورة بمنطقة الزغانة ولما لا مصرحة وطلق ليكون مشاعن اقتصاديا وانحيو المنطقة منطقة برج عريف لا سبيل إليه لبقاء مصب قساس بك الحالة الكارثية ذيك وسأعمل جاهدا على تحويله كمصب مراقب كذلك لابد من دفع مثال التاهي العمرانية باقتراح دمج ما لا يقل عن ألف متر يمينا ويسارا بمنطقة برج عريف تريق تونس منطقة هبون لابد من توسعة المنطقة السقوية كذلك سأسعى لإعادة إشعاع سوق الجملة للخضر والغلال كما أتدخل وسأساهم في دفع عملية توسعة مثال التاهي العمرانية يشمل ما وراء السكة الحديدية تريق لبقالطة كذلك سأسعى نحو أحداث مركب ثقافي رياضي متعدل اختصاصات ببطحة سوق الخميس سابقا مع دعم النادي الرياضي بهبون والجمعية النسائية بالمهدية كما سأسعى إلى الدفع نحوة تدعيم السكن الاجتماعي أهلينا ببرج الرأس البحارة يحبوا يحبوا صندوق دعم صغار البحارة مع تطوير المنظومة الأمنية لحماية مركبهم وتوسعة الميناء الصيد البحري بشيقاو حتى وين يخزنوا التجهيزات البحرية متاح كذلك لا بد أن نلتفت المناطق الداخلية بمزيد التشريع لدعم المرأة الريفية كذلك الرقيب بالقطاع الصحي ولم لا دفع نحو أحداث مركز وسيط بينها منطقة الشيبة والسعد إضافة إلى ضرورة احداث مناطق صحوية الجديدة هذا وتعاهد بدفع التشريع لإعفاء البعيثين الشبان من التوميل الذاتي قز الحصول على القروض والاقتصار على ضمان مكونات المشروع أيضا لا بد من الدفع لإحداث منشآت ثقافي رياضية لهذه الربوع للحد من التفاوت الاجتماعي وتأطير الشباب وحمايتهم من مغبة الحرقة والإدمان دعم قطاع التربية والتعليم وبرنامج التطهير الريفي وفقنا الله وإياكم وسأسعى إلى الصدق في القول والإخلاص في العمل وربي فضلنا نسكن ترجمة نانسي قنقر